السلام عليكم ورحمة الله أبنائة الله بالصف الأول السنة وإن شاء الله في فيديو النهاردة هنبتدي في حالة تدريبات يونت 5 الدرس الأول والتاني على الجزء الخاص بالكلمات والجرامر والتست الخاص بالدرس الأول والتاني تابعونا لنهاية الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك ولو محتاجين شرح أو توضيح لأي جزء من المنهج اكتبونا في التعليقات ونبتدي بحالة check point 1 number 1 the company profits have increased أرباح الشركة زادت since the introduction of the new aim منذ ادخال ايه الجديد يبقى technology number 2 global warming is considered a problem الاحتباس الحراري يعتبر مشكلة ايه مشكلة عالمية world wide number 3 my mother's sewing is old and needs to be fixed قديمة محتاجة تصليح يبقى بنتكلم على آلة الخياطة بتاعت ماما machine sewing machine اللي هي آلة الخياطة number 4 what do you know about IOT تعرف ايه عن المصطلح اللي هو IOT ده عبارة عن انترنت الاشياء يبقى it's the internet of things number 5 عادل wasn't sure about closing the door عادل ما كانش متأكد من غلق الباب so he went back to لذلك هو رجع ليه كي يتأكد يبقى الاجابة لترسي check number 6 the internet made easier even for isolated countries الانترنت جعل ايه اسهل حتى على البلاد المنعزلة يبقى جعل التواصل communication number 7 we have a new computerized in the library to search for books easily عندنا ايه جديد شغال بالكمبيوتر في المكتبة للبحث عن الكتب بسهولة يبقى عندنا نظام شغال بالكمبيوتر system number 8 do you think this street will be a at night هل تعتقد الشرع ده سوف يكون ايه ليلا I am worried انا قلق يبقى عايز يقوله هل تعتقد ان الشرع ده هيكون امان safe number 9 it's a act to steal from people ده تصرف ايه انك تسرق من ناس تصرف اجرامي criminal number 10 سعيد is responsible for سعيد مسؤول عن ايه of a company in Cairo لشركة في القاهرة يبقى سعيد مسؤول عن امن شركة في القاهرة تالي الاجابة لترسي security ننتقل بعد كده لصفحة 224 لإكمال حل باية تدريبات check point 2 number 1 a good teacher is the one who can control of the class المعلم الجيد هو اللي يقدر ايه على الفصل يبقى يقدر يسيطر او يتحكم في الفصل بالتالي ايجابة لترسي take control معناه يسيطر على حاجة او يتحكم فيها number 2 selma is always worried her exams دايما worry بتاخد معاها حرف الجرة about وبعد كده شيء مي قلق على شيء مي يبقى سلمة دايما قلقة على امتحنتها number 3 محمد صلاح is known the happiness maker محمد صلاح معروف بيه صانع السعادة يبقى known as number 4 mothers always الامهات دايما their shopping on Fridays طالما في there يبقى نختر لها do do their shopping يعني بيقوموا بالتسوق number 5 it was a very good surprise when I met my old friend كانت مفاجأة لما قابلت صديق قديم بالصدفة يبقى by accident number 6 radio is the only means of in remote areas radio هو الوسيلة الوحيدة للتواصل في المناطق النئية تبقى لي جابة لترقية communication number 7 it's illegal to have a gun with you without a special license the antonym of illegal illegal معناها غير قانوني يبقى العكس بتاحها lawful number 8 I asked them to empty the house at once the synonym of empty empty هنا جاية كفعل معناها يفرغ يبقى المعنى بتاحها synonym منها evacuate معناها يقلي أو يخلي مكان number 9 number 9 the thieves managed to break the house and steal much money اللصوص نجحوا ان هما ايه المنزل ويسرقوا فلوس كتير يبقى هنا عايزين نقول ان هما نجحوا في ان يقتحموا يقتحم اللي هي break into number 10 five million pounds is enough to solve the problem of our local hospital synonym من كلمة enough enough معناها كافي يبقى المعنى بتاحها sufficient بعد كده check point 3 number 1 having healthy food تناول طعم صحي as to build our body's will يبقى يمكننا ان نبني اكسامنا بشكل جيد الاجابة لطربي enable us to number 2 the future is for cars المستقبل للسيارات not petrol powered ones وليس للسيارات اللي بالبترول يبقى المستقبل electric cars السيارات اللي بالكهرب number 3 i got to install system in my new flat انا جبت ايه لكي يركب نظام ايه شقاتي يبقى انا جبت فني فني كهربي electrician كي يركب نظام ايه كهربي بقى electrical system تبقى الجابة لترسي number 4 some people think that بعض الناس بيعتقدوا ان on animals should be banned ايه على الحيوانات يجب ان يتم حظرها يبقى التجارب experiments number 5 this job requires هذه الوظيفة تتطلب a lot of A to get it الكثير من ال A اللي كي تحصل عليها يبقى تتطلب الكثير من الخبرة experience letter D number 6 the first A of the secretary was to file some letters اول A للsecretare انه يرسل بعض الخطابات يبقى اول مهمة task seven the exam was difficult that we got low marks طالما اجاب لك صفة بعدها ذات يبقى احنا محتاجين قبلها سوء الامتحان كان صعب جدا لدرجة اننا جبنا درجات منخفضة number 8 the exam wasn't easy for us to pass it easily الامتحان ما كانش سهل بدرجة كافية يبقى لجابة letter B enough number 9 مصطفى رانز so that no one can catch him so with that يبقى احنا محتاجين بعد سوء اما صفة اما ظرف خد بالك ان احنا بنوصف طريق جاري مصطفى يبقى محتاجين ظرف يبقى لجابة quickly number 10 the information he told me information دايما لا تعد وتعمل معاملة المفرد يبقى لجابة letter D was بعد كده عندنا general exercises على جوز الفوكاب number 1 the application can only be used on a computer A to the internet التطبيق ممكن يتم استخدامه فقط على computer A بالانترنت يبقى متصل بالانترنت connected number 2 it isn't easy for anyone to into my facebook account ليس من السهل على اي حد انه ايه على حسابي على الفيسبوك يبقى ليس من السهل على اي حد انه يخترق حسابي هيك number 3 help people to communicate with others بيساعد الناس ان هم يتوصلوا بالاخرين and also to use their internet easily وانه يستخدموا الانترنت بسهولة يبقى احنا كده بنتكلم على smart phones الهواتف الزكية number 4 some on our phones are used to listen to music and watch videos بعض الايه على تلفوناتنا بنستخدمها لسماع الموسيقى ومشاهدة الفيديوهات يبقى بعض التطبيقات apps number 5 nowadays there is a little real between parents and their children هذه الايام يوجد القليل من الايه بين الاباء واطفالهم يبقى القليل من التواصل communication number 6 محمد صلاح is football player we are all proud of him محمد صلاح لاعب كرة قدم عالمي كلنا فخرين بي يبقى لجابة لترقيه world wide number 7 one of the a of the internet is that it wastes lots of time واحدة من ايه للانترنت انها بتضيع الكثير من الوقت يبقى ده عبارة عن disadventures عبارة عن عيب من عيوب الانترنت number 8 smoking is one of the causes of lung diseases التدخين هو احد الاسباب الايه لامراض الرئيسة احد الاسباب الميجر الرئيسية number 9 the government pays great attention الحكومة تعطي اهتمام كبير to the roads للطرق all over Egypt في كل انحاء مصر يبقى ليه شبكة الطرق network number 10 electricity is produced in what we call الكهرباء بيتم تولدها وانتاجها في ما نسميه power station محطات الطاقة او محطات توليد الطاقة number 11 people like to have many electronic a at their homes الناس بتحب ان يكون عندها ايه الكترونية في منزلها يبقى الكثير من الاجهازة الالكترونية devices number 12 you have to bring photos of you when you first join the club من الضروري ان تحضر صور ايه لك عندما تلتحق بالنادي للمرة الاولى يبقى من الضروري ان تحضر صور حديثة recent photos letter c number 13 that shows that a large number of people use the internet in communication بيبقى ان عدد كبير من الناس بيستخدموا الانترنت في التواصل يبقى ده survey الاستبيان او الاستطلاع 14 i am sorry انا اسف i didn't mean to step on your foot ما كانش قصدي ندوس على قدمك it was ايه ده كانت مجرد ايه مجرد accident نكمل في صفحة 230 number 15 it's hard for small to compete in the market these days مصعبة على ايه الصغيرة انها تتنافس في السوق هذي الايام يبقى المشاريع التجارية الصغيرة businesses number 16 the compound needs more services to be qualified for living compound محتاج الكسر من الخدمات ايه لكي يكون مؤهل للمعيشة يبقى محتاج الكسر من الخدمات الامنية security 17 when a computer is broken into لما ايه computer بيتم اختراقه بطريقة غير قانونية this is called hacking ده بنسمي اختراق يبقى نظام الكمبيوتر computer system 18 the new city is designed to be suitable for cars which you move in a smart way المدينة الجديدة تم تصميمها لكي تكون مناسبة للسيارات بدون سائق يبقى drive less car اللي بتشتغل بطريقة زكية 19 a group of students a survey of studying behavior survey بتاخد معها الفعل دو يبقى الجابة لترئيد مجموعة من الطلاب قاموا بعمل بحث استطلاع عن سلوك او دراسة السلوك all close brands launched to sell their collections online كل برندات الملابس اطلقت تطبيقات applications كي يبيعوا منتجاتهم على الانترنت number 21 I like cars in general but I like Mercedes in انا بحب السيارات بشكل عام لكن بحب المرسيدس بشكل خاص يبقى particular in particular 22 خديجة likes to go every Friday to buy her needs خديجة بتحب ان هي تذهب للتصوق يبقى go shopping كل يوم جمعة لتشترح تياجاتها number 23 to solve the problem لكي تحل المشكلة of pollution مشكلة التلوث we should use a cars يجب ان نستخدم سيارات ايه يبقى سيارات كهربية electric cars 24 our teacher is very a المدرس بتاعنا ايه جدا as he has a very wonderful techniques in teaching لانه عنده اسلوب رائع جدا في التدريس يبقى مدرسنا مبدع creative 25 my computer is connected connect بتاخد معا حرف الجر 2 الكمبيوتر بتاعه متوصل بالانترنت to help me with my work 26 it's important to think well before any decision من المهم ان انت تتفكر بشكل جيد قبل اتخاذ اي قرار decision بتاخد معاها ميك يبقى لجابة لتر ايه most of the film is معظم الافلام اللي انا بحبها are about people who are not real عن ناس ليسوا حقيقيين يبقى عايزين نوصف ان هما ناس خيالية imaginary letter d 28 to get the job لكي تحصل على الوظيفة the applicant needs to have at least five years of A المتقدمين لازم يكون عندهم او محتاجين يكون عندهم خمس سنين من ال A يبقى من الخبرة experience 29 I haven't heard the news can you tell me what has happened ممكن تقول لي ايه اللي حصل يبقى عايز يقول هنا انا ما سمعتش احدث او اخر الاخبار تبقى لجابة letter c the latest news number 30 this part of the form هذا الجزء من الاستمارة is only to those who are orphans على هؤلاء الايتام يبقى عايزين يقول قابل للتطبيق او يمكن تطبيقه لاجابة letter a applicable number 31 can astronauts live the moon هل رواد الفضاء يعيشوا على القمر دايما the moon the earth اللي هي الاسطح والكواكب بتاخد معاها حرف الجر on يبقى لجابة letter a نكمل حل باية تدريبات في صفحة 231 number 32 i like watching the comic films احب مشاهدة افلام الكوميديا of اسماعيل ياسين لاسماعيل ياسين particular particular بيجي معاها حرف الجر n ومعناها على وجه الخصوص او خاصة number 33 i am going to the shopping would you like to come with me طالما في ذا قدام shopping يبقى نختار لها letter a do the shopping لو شلنا الذا يبقى go shopping number 34 the prices of a machines are getting higher اصعار الالات الايه بتاعلى يبقى الالات او الماكينات الكهربية electric thirty five salah the new smartphone has got a lot of computer programs the four tasks الهاتف الذاكي الجديد بتاع صلاح به الكثير من برامج الكمبيوتر لمهام خاصة particular tasks thirty six this machine has a safety ايه هذه الايه بيها ايه امان which switches the power of اللي بيفصل الطاقة if there is a fault لو فيه خطأ او خلل يبقى فيها device فيها جهاز امان thirty seven it isn't polite ليس من الادب to ask strangers a question ان تسأل الغرباء اسئلة ايه اسئلة شخصية personal thirty eight he has all the latest هو عنده كل الايه الحديثة he has a tablet and a smartphone عنده تابلت وهاتف ذكي يبقى عنده احدث تكنولوجيا تكنولوجي thirty nine i have a wonderful on my smartphone that helps me learn english عندي ايه رائع على هاتف الذكي بيساعدني في تعلم اللغة الانجليزية يبقى عندي تطبيق اب number fourteen من اول هنا هنختار اجابتي it isn't to drive a car without holding a license من الايه انك تسوق سيارة بدون رخصة يبقى ليس من القانوني legal وعندك letter c lawful forty one what are the of online shopping عايز ان نقول ما هي عيوب التسوق عبر الانترنت يبقى الاجابة letter c disadvantage و letter e demuret forty two i can't contact my friend as the line is currently لا يمكنني انا اتواصل او اتصل با اصدقائي لان الخط حاليا ايه حاليا disconnected مفصول وكمان dead ينفع نستخدمها بنفس المعنى forty three i asked my teacher to انا طلبت من معلمي to a him if i want to inquire about any information لو انا عايز استفسر عن اي معلومة يبقى طلبت من مدرسي ان اتصل به contact him اللي هي letter b وكمان عندك letter d communicate with him forty four the room has under floor heating isn't it wonderful the antonym of the word heating heating معناها نظام تدفئة يبقى عكسها letter b calling letter e freezing forty five there is a plan يوجد خطة to a the building and a المبنى in only five minutes in case of emergency في خلال خمس دقائق في حالة الطور يبقى يوجد خطة لإخلاء النخل المبنى evacuate وكمان عندك letter d empty نفس المعنى forty six turtles in water and on land عايزون نقول إن السلاحف تقدر تكون موجودة في المية وعلى الأرض يبقى الإجابة عندك letter b are able to exist and they are capable of existing بعد لحالة تدريبات على جز الجرامر صفحة 234 number one that's my phone that's your phone I answer it أنا حرد عليه طبعا الجملة اللي قدامك بتعبر عن قرار سريع يبقى الإجابة letter a will في حالة القرارات السريعة بنستخدم will number two I in the hospital في المستشفى where I have applied اللي أنا تقدمت الطلب لها for the training post خد بالك إن نحن عندنا probably وفي حالة استخدام probably بنستخدم will يبقى الإجابة letter b will probably work number three ماهر expected he his exams easily ماهر توقع إنه يكتزم تحانته بسهولة خد بالك إنه ده توقع لكن في الماضي يبقى بالتالي الإجابة letter a would boss number four شروك this prize she needs much more practice شروك الجيزة هي محتاجة إنها تتضرب أكتر ده تنبؤ بدون دليل يبقى في الحالة دي بنستخدم will والمصدر لكن عايزينها منفية تبقى لجابة letter d won't win لن تفوز بالجيزة ليه لإنه ألف الجملة التانية هي محتاجة تتمرن أكتر number five a number of trees next month in our garden عدد من الأشجار سوف يتم زراعته الشهر القادم في الحديقة خد بالك إن دي خطة يبقى إحنا محتاجين are going to لكن الخطة دي مبنية للمجهول يبقى لجابة صحيحة letter b are going to be planted إننا عايزين نقول عدد من الأشجار سوف يزرع سوف يتم زراعته يبقى الجملة لازم تكون مجهول بعد كده عندنا general exercises على الجزء لجرامر number one I am sure it ain't exciting much tomorrow I am sure من علامات will يبقى الإجابة will والمصدر number two رانيا is traveling to Paris tomorrow she the Eiffel Tower رانيا هتسافر باريس غدا هي احتمال تشوف برج إيفل فمع probably قلنا بنختار will تبقى الإجابة letter A تامر وعد انه حيزورنا لما يكون عنده وقت كافي خد بالك انه promised هنا في الماضي يبقى هنستخدم ودو المصدر number four I have applied for the job and I hope it طالما في hope يبقى دي من علامات will فتبقى الإجابة letter A will get في حالة التماني بنستخدم ول المصدر five انظر إلى هذا السائق المهمل he into the car in front of him يبقى ده حدث على وشك انه يحصل تبقى الإجابة letter B is going to crash سوف يستضر I hire a car to travel around London as plant طالما عندك كلمة plan اللي هي الخطة ويخطط يبقى في الحالة ده نستخدم B going to تبقى الإجابة letter A I am going to hire سوف أستجر سيارة number seven I am going on holiday to Europe this October should I take an umbrella فرد علي speaker B قال yes perhaps it طالما في perhaps بتعبر عن الاحتمال تنبؤ بدون دليل وبالتالي هنستخدم ولو المصدر تبقى الإجابة letter B will rain number eight the ceiling of this room doesn't look very safe I think it down في الغرفة لا يبدو انه آمن يبقى ده تنبؤ بدليل مرئي تبقى الإجابة letter B is going to fall number nine don't raise your voice in the class or you طالما قالك or يبقى ده تحديد أو تحذير فمع التحذير بنستخدم ولو المصدر لكن خد بالك وهنا بقول ما ترفعش صوتك في الفصل وإلا حتطرد مبنية المجهول تبقى لإجابة letter B number look he off his bicycle حاجة على وشك انه تحصل يبقى نستخدم is going to fall number eleven the twenty the seventeen next week التوأم حيكون عندهم 17 سنة الأسبوع القادم ده حقيقة مستقبلية يبقى بنستخدم ولو المصدر كن حذر وإلا يبقى ده تحذير بالتالي الإجابة letter A will cut سوف تقطع إصبعك number 13 I want to be the first to congratulate mona عايزة يكون أول واحد يهني mona as her first day tomorrow لأن عيد ميلادها غدا دي حقيقة مستقبلية يبقى برضو نستخدم letter C will be سوف تكون ناخد بالنا إنه وإحنا بنحل القعدة دي محتاجين نكون عارفين استخدمات well and going to كمان الترجمة مهمة جدا لأن أحيانا الجملة بتكون مبنية للمجهول بعد كده number 14 رامي is studying medicine رامي بيدرس الطب he the first doctor in the family هو هيكون أول طبيب في العيلة طبيبة هنا ده تنبؤ مبني على دليل تبقى الجابة letter B is going to be number 15 tomorrow I the match with my friend I have intended to do that غدا سأشاهد المتش مع صديقي أنا نويت طالما في نية يبقى بنستخدم I'm going to well master number 16 sell her friends soon that's her plan دي خطتها مع الخطط برضو بنستخدم is going to well master 17 my brother is saving money he a new bike أخي بيتدخر فلوس يبادي خطة بخطة كده بالتالي هنستخدم is going to well master تبقى لجابة letter D 18 I think my brother a programmer all of us predict that كلنا بنتنبأ بذلك ده تنبؤ غير قائم على دليل هما بس مجرد اعتقاد انه هيبقى programmer يبقى بالتالي هنستخدم will be will well master 19 our team are attacking hard الفريق بتاعنا بيهاجم بشدة they a goal يبقى ده تنبؤ مبني على دليل مرئي بالتالي الإجابة letter A are going to score number 20 نور is very intelligent نور زكي I think he that test easily اعتقد انه هيكتاز المتحن بسهولة خد بالك ان الصفات الشخصية لا تعتبر دليل يبقى ده تنبؤ غير قائم على دليل بالتالي الإجابة letter B will pass ده مجرد رأي number 21 we haven't got anything ما عندناش اي شي فالرد على الاسبكار B L OK I some ده قرار سريع يبقى will master will get 22 why are you turning on the television لانت شغلت التلفزيون فرد عليه L I some educational programs يبقى ده عبارة عن نية نية انه يشاهد برامج تعليمية يبقى الإجابة letter D I'm going to watch 23 although prices are sky high in London رغم إن الأسعار مرتفعة في لندن either sooner or later I have made up my mind أنا هعيش هناك آجلا أم عاجلا أنا اتخذت قراري طالما ده قرارات مستقبلية يبقى الإجابة letter A I'm going to live 24 It was predicted that our school in the competition بنتنبأ إن مدرستنا هتشارك في المنافسة ده خد بالك تنبؤ وفين في الماضي بأود والمصدر لجابة letter A 25 which of the following sentences is not grammatically correct أي جملة غير صحيحة الجملة كلها صحيحة مع عدل letter C be careful or you are falling ده تحذير فمفروض يقول be careful or you are going to fall يستخدم be going to المصدر number 26 which of the following sentences is grammatically correct جملة واحدة بس هي اللي صحيحة الإجابة الصحيحة letter D mona will probably attend the party tomorrow ما فيهاش أي أخطاء number 27 I think we the match أعتقد أننا سوف نفوز بالمتش ده تنبؤ بدون دليل يبقى بالتالي الإجابة letter D will win 28 my young sister 10 next Friday أخت الصغيرة هيكون عندها عشر سنين يوم الجمعة القادم ده حقيقة مستقبلية بالتالي الإجابة letter B number 29 I to charm الشيخ as planet دي خطة طالما خطة يبقى نستخدم I'm going to المصر تبقى الإجابة letter A number 30 currently Ayman is driving at a breakneck speed so he a grave accident مؤخراً مؤخراً أيمن بسوء بسرعة جنونية يبقى ده تنبؤ قائم على دليل إنه هيعمل حدثة مميتة الإجابة letter D is going to have 31 هاني the office until he has finished all his work until جاي بعدها مضارع تامي يبقى قبلها مستقبل منفي علشان يناسب المعنى عايزين نقول إن هاني لن يغادر المكتب حتى ينهي عمله 32 what do you intend to study when you join بنتكلم كده على نية طالما نية يبقى نستخدم I'm going to the master تبقى لجابة letter B number 33 don't worry لا تقلق I will show you how to operate the tablet أنا حفرجك أو حوريك إزاي تشغل the tablet this is ده يعتبر عرض يبقى لجابة letter D offer 34 my sister-in-law اللي هي أخت الزوج is pregnant حامل she a baby يبقى ده تنبؤ قائم على دليل إنها حيكون عندها baby تبقى لجابة letter A is going to have number 35 oh the water is boiling الماء بتغلي I of the gas ده قرار سريع يبقى will turn 36 next month الشهر القادم I am you mobile it's my decision ده قرار مستقبلي يبقى لجابة letter B I'm going to boil بعد كده عندنا تستعلى الدرس الأول والتاني بالكامل number one are you going to الفيوم for reason فقال له no just for holiday لا فقط من أجل الأجازة أسأل هل ذهبت للفيوم من أجل سبب خاص particular reason number two the telephone lines are down so it's very difficult in this area خطوط التلفون معطلة لذلك التواصل صعب في المنطقة يبقى لجابة لتربيه communication number three the stick I have is a I can bend it easily without being broken أقدر أتنيها بسهولة بدون أن تنكسر يبقى the stick اللي هي العصد flexible marina number four is a natural phenomenon عبارة عن ظاهرة طبيعية that produces very strong light in the sky بينتج عنها ضوء قوي جدا في السماء يبقى احنا كده بنتكلم على ظاهرة البرق اللي جابة لتربيه lightning number five there was no evidence that the suspect was with the crime لا يوجد أي دليل إن الشخص المشكوك فيه was كان ايه بالجريمة يبقى كان ليه صلة بالجريمة تبقى اللي جابة اللي تربيه connected بعد كده بقولك was tightened at the airport تم تجديده في المطار before the prime minister arrived قبل ما رئيس الوزراء يوصل يبقى security الام number seven I found learning Chinese somehow and impossible أنا وجدت نتعلم اللغة الصينية إلى حد ما ايه مستحيل يبقى مهمة task number eight the word satnav is short for satellite كلمة satnav دي عبارة عن اختصار لسatellite ايه satellite navigation ملاحة الاقمار الصناعي او الملاحة عبر الاقمار الصناعي number nine the new project is expected to at least two thousand new jobs for the youth المشروع الجديد من المتوقع انه يخلق الفين وظيفة جديدة للشابه يبقى لجابة لتربيه create number ten there have been major new developments in satellite يوجد تطورات جديدة عظيمة في ايه الاقمار الصناعية يبقى في technology technology الاقمار الصناعية number eleven the secret information المعلومات السرية on my facebook account على حسابي على الفيسبوك was lost فقدتها ان ايه يبقى ان اهاك في اختراق number twelve hotel has just established a new branch in egypt فندق ايه انشأ له فرع جديد في مصر يبقى فندق عالمي worldwide thirteen we can warm up the room quite quickly نقدر ندفل غرفة بسرعة with this a fire بهذه المتفالة الكهربية بايلكتريك fire fourteen i had to my homework before i hand it in انا لازم ايه وقبي قبل ما اسلمه يبقى راجع check number fifteen during my holiday اثناء اجستي i like to go as it's cheaper than staying in hotel لانه ارخص من ان انا اقيم في فندق يبقى اذهب للتخييم go camping نكمل بالاسئلة في صفحة 239 number sixteen do you have any plans for the weekend هل عندك اي خطط للويك اند بنتكلم على خطط يبقى الاجابة letter b am going to meet my friends on saturday morning انا سوف اقاب الاصدقائي يوم السادة صباح seventeen my family promised me out today for passing my exam عبارة عن وعد لكنه في الماضي بولت promised يبقى الاجابة وضو المصدر number eighteen i am going on holiday with my children to italy i am sure i it انا متأكد معشور بنستخدم والو المصدر تبقى الاجابة letter b number nineteen it's my first day next Tuesday i seventeen عيد ميلادي يوم التلات انا حيكون عندي 17 سنة ده عبارة عن حقيقة مستقبلية يبقى الاجابة will be number twenty don't come late again متجيش متأخر تاني or i punish you ده عبارة عن تهديد يبقى الاجابة will twenty one the tree is broken it الشجرة مكسورة يبقى ده تنبو بدليل تبقى الاجابة letter b is going to fall سوف تسقط twenty two i have planned i lunch with my uncle next friday خطط ان انا تناول الغدى مع عامي يوم الجمعة القادم ده عبارة عن خطط يبقى الاجابة letter c i am going to have twenty three amir is filling the bucket with water amir بيملى الدلو بالماء he the car يبقى ده تنبو مبني على دليل انه هيقصل سيارة وطبع الاجابة letter d is going to wash twenty four i expect my son high mark in the exam اتوقع ان ابن حيجيب درجات عالية في الامتحان ده تنبو بدون دليل مجرد توقع فقط يبقى الاجابة letter b will get twenty five منا two tomorrow's class that's what i guess ده لنا خمنته طالما مجرد تخمين يعني تنبو بدون دليل بالتالي محتاجين will or won't will مصدر يبقى لجابة letter b won't come number twenty six today is Thursday النهاردة الخميس so tomorrow be Friday لذلك غدا سيكون الجمعة ده حقيقة مستعبلية تبقى لجابة letter c will twenty seven if you are too busy to clean your room لو انت مشغول جدا ان انت تنظف ورفتك i eat for you انا حعملها لك او حنضفها لك يبقى ده عبارة عن عرض بالتالي الاجابة letter d will clean في حالة العرض والطلب بنستخدم ولو المصدر twenty eight الاب بكلم ابنه بقول له i am going out انا خارج do you want to come with me تحب تجي معايا فرد عليه بلال sure بالتأكيد i my jacket and go with you ده قرار سريع انا حلبس الجاكت بتاعي يبقى الاجابة ولو المصدر twenty nine which of the following doesn't express the use of will اي جملة من الجمل الاتية ما بنستخدم هاش مع will الاجابة letter a prediction with evidence اللي هو التنبؤ بدليل ده بنستخدم معاه be going to thirty where you next week i have lots of work at home انا عندي شغل كتير في البيت يبقى ده عبارة عن خطط بالتالي الاجابة letter b are not going to visit لن نزوركم الاسبوع القادم لان احنا عندنا شغل كتير في البيت كده نكون انهينا حل جميع تدريبات الدرس الاول والتاني على جز الكلمات والجرامر وكمان تست الدرس الاول والتاني ان شاء الله انتظرونا الفيديو القادم مع حل جميع تدريبات الدرس التالت والرابع في رعاية الله والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا